السلام عليكم بما اني اسعار نوتلا بقت اوفر جدا يا جماعة فاحنا هنعمل نوتلا في البيت النهاردة جايبا لكم الوصفة اللي هي بجد يمكن كمان لما تدقوها هتلاقوا ان هي كمان اطعم من الجازة هنعمل وصفتين لنوتلا وصفة بمعلقتين بس من الكاكاو ووصفة تانية الوصفتين عايزاكم تجربوهم وانتو تختاروا اللي هتعملوها دايما عملت وصفات كتير لنوتلا بس دايما كنت بقول الوصفة ناقصها حاجة لغاية ما وصلت للوصفة دي وبجد كانت تحفا يا جماعة هقولكو ازاي لو انتو عايزين هاتقل من كده كمان تعملوا ايه وكل التفاصيل اللي تخليها تنجح معاكم ان شاء الله من اول مرة تابعوا الفيديو للاخر وما تنسوش ان انت لو عجبكم الفيديو ده انكم تعملوا لايك وصال الفيديو ده الاكبر عدد من اللايكات انتو تقدروا تعملوها ان شاء الله واشتركوا كمان في قناتي لو انتو اول مرة بتشوفوني حاجة كوباية من السكر البودر لو ما عندكوش سكر بودر تقدروا ان انتو تطحنوا شوية كده في الكبأ وضفت كمان كوباية ونص من الحليب البودر او الحليب المجفف ونص كوباية ومعلقة كبيرة من الكاكاو الخامل غير محلة الكاكاو بيتباع فاتح او غامل لو حابيني النوتلا فتحها هاتو الكاكاو الفاتح انا استخدمت الاكواب المعيرية دي لو مش عندكم الاكواب المعيرية دي استخدموا الكوبايات اللي موجودة في كل بيت اللي هي اللي انتوا شايفينها قدامكم ونضيف رشة ملح علشان طبعا تعادل الطعم وهضيف كوباية من الماء المغلية الماء المغلية بتعقم لنا كل المكونات اللي احنا مستخدمينها وبتخلي كمان النوتلا تعيش وقت اطول تقدروا ان انتوا تستخدموا حليب بس خلي بالكم ان هو يعني هيخليها عمرها مش طويل يعني احفظوها في الفريزر وخلوا بس تكملت كافيومين هضيف بقى كده بعد ما ضربتها شوية في الخلاط هضيف نص كوباية تقدروا تستخدموا زيت بس انا يعني حبيت الزبدة اكتر من الزيت في وصفة النوتلا دي عملتها بالزيت قبل كده وكانت حلوة جدا برضو اهم حاجة ان الزيت لازم يكون ملوش ريحة ولا طعم قوي يعني استخدموا زيت دورا نظيف هيكون حلوة قوي برضو وعلشان نوصل لطعم البندق في النوتلا فانا استخدمت كيس من النسكافيه لبالبندق او تقدروا انتوا تجيبوا طعم البندق من عند العطار بتبقى زيزة كده صغيرة ونضرب كل المكونات دي كويس جدا في الخلاط طبعا ضربه متقطع لغاية ما بتوصل معانا للقوام ده شايفين اللمعة حلوة ازاي عايز اقولكو ان هي بالزبدة بيبقى طعمها حلوة جدا واهم حاجة في الموضوع ان انتوا تكونوا شاريين كاكاو يكون حلو علشان يديكوا نتيجة مزبوطة بعد كده فضيتها في طبقة قوية كده زي ما انتوا شايفين علشان انا مستخدمة المية مغلية فهتلاقوا ان القوام نازل من الخلاط مش تقيل قوي بيكون بالقوام ده هنسيبها شوية كده على رخامة هنلاقيها بتادت انها تتقل هندخلها التلاجة هنلاقيها بالشكل ده هنسيبها المفروض ان احنا بنسيبها ده لا كاملة في التلاجة وبعد جدا بناكلها اول يوم ممكن ناكلها عادي جدا بعد ما بتتبرر في التلاجة شوية ساعتين او ثلاث ساعات بس نتيجة الحلوة لها والطعم الاحلى بيكون تاني يوم والقوام الاجمل كمان طبعا واضح ايه هي قوامها حلو جدا ولما معيتها كمان حلوة ولونها كمان حلو اللون ده بتاخدوه لما بتستخدمه نوع كاكاو ما يكونش غامق قوي وحتى لو هي اغمق من كده فمش مشكلة يعني ما يهموكوش خالص اللون اهم حاجة ان قوامها بيكون معاكم بالدرجة دي لما يكون نوع الكاكاو حلو لو جبتوا نوع كاكاو ما يكونش احسن حاجة في السوق فانتوا هتلاقوا اني النوتيلة ما بتتقلش اصلا جربت نوع قبل كده ما كانش مزبوط فانتلا فضلت خفيفة حتى بعد ما دخلتها التلاجة فضلت خفيفة فانتوا ركزوا في نوع الكاكاو اظن مفيش اجمل من كده واضح قد ايه يا وصفة مزبوطة 100% عايز اقول لكم انتوا لو عايزينها اتقل من كده ضيفوا كوباية اللي ربع بس من المياه المغلية هتديكم قوام اتقل من كده للناس اللي هي بتحبها تقيلة بس انا بالنسبالي ده القوام الجاهز اللي احنا لما بنشتريه بنلاقيه كده هنا بقى شايفين سبريد كده وبتتفرد بكل سهولة على العيش وطعمها بجد تحفاء بصوا تعالوا نسيبنا خالص من انها وصفة اقتصادية ووسيطة والكلام ده يكفي انها وصفة صحية انا كنت دايما بشتري النوتيلة جاهزة من بره لغاية معرفت ان هي مضاف ليها زيت نخيل فانا بطلتها خالص يعني اي نوع موجود هتلاقوا مكتوب عليه زيت نخيل طبعا بطلت اشتريها وانتو كمان جربوا الوصفة دي وهتبطلوا انتو كمان تشتروها تعالوا بقى نشوف وصفة النوتيلة التانية اول حاجة هنكون محضرين نص كباية من المياه السخنة المغلية طبعا وحضيف عليهم كباية كبيرة كده من السكر البودرة الاكواب المعيرية بسعة 250 جرام نفس معيار الكوب الموجود في كل بيت الكوب الشاي الشفاف لو ما عندكوش يعني الاكواب المعيرية دي دلوقتي هضيف كمان كباية من الحليب البودرة وحضيف كمان معلقة كبيرة كده من الزبدة بطريقة حرارة الغرفة يعني تكون طرية المكونات دي هتنعلى بعضها علشان نعمل مع بعض الحليب المكسف في البيت مش معقولة هنستخدم حليب مكسف في النوتيلة ونقول عليها اقتصادية عشان طبعا لو اشرينا الحليب المكسف من بره هيكون غالي جدا فاحنا عملناه مع بعض كده بطريقة بسيطة وكمان مكونات اقتصادية جدا وارخيص كمان حنقلب كويس جدا كده لغاية ما نوصل للقوام ده قوام كده يكون ممزوج كويس زي ما انتو شايفين دلوقتي بقى قبل ما نستخدمه النوتيلة لازم نسيبه شوية يبرد في التلاجة تقريبا كده من ساعة لساعتين لغاية ما يوصل للقوام ده اي حد بقى كان حابب بيشوف طريقة حليب مكسف فدي احسن واجمل طريقة للحليب المكسف تقدروا تستخدموه في اي حاجة تاني تحتفظوا بيه في بطرمون كده وتحطوه في التلاجة وهيكون معاكم زي الفل هنستخدم من النوتيلة بتاعتنا النهاردة تلات مكونات بس اول حاجة هناخد من الحليب المكسف كوباية واحدة هناخد منه كوباية بساعة 250 جرام عشان يستخدمها في النوتيلة بتاعت النهاردة النهاردة يعتبر فيه وصفتين في الفيديو وصفة حليب مكسف ووصفة نوتيلة الوصفتين اجمل من بعض فجربوهم هنا بقى بعد ما خدت كوباية من الحليب المكسف هضيف كمان ربع كوباية من الزيت استخدمت برضو الاكواب المعيارية دي ودلوقتي هضيف نص كوباية من الكاكاو يعني تقريبا معلقتين كبار كده مليانين هرميين عشان يبقوا معاين نص كوباية من الكاكاو وهنزل بيهم كده على باقي المكونات الكاكاو اللي انا استخدمته كاكاو خام غير محلة حاولوا تستخدمه نوع كويس يكون طعمه حلو علشان ده بيفرق جدا في طعم النهو التالي بتاعتنا عشان طبعا مش هنضيف لها ايه شوكولاتة فحنا معتمدين في الطعم على الكاكاو انا مستخدمها النوع الاسباني ده بالنسبالي افضل نوع للكاكاو دلوقتي بقى قلبتهم كويس جدا كده بالمضرب وهنزلهم في الكبة او ممكن كمان تنزلهم في الخلاط وتضربهم شوية كده لغاية ما يبقى قوامهم كريمي محتاجيني ان هي تبقى مليانة هوا عشان تبقى كريمية وطعمها حلو في الآخر وكمان بيديها تقول يعني كل ما بنضربها اكتر كل ما بتدقل اكتر شايفين كده طبعا قبل ما تدخل التلاجة بيكون قوامها بالشكل ده حاوليه لكو اكتر وانا بصبه كده في البولة شايفين القوام قوامها حلوة قوي وكمان الزيت اللي احنا استخدناها ده لما عه حلوة وانتو تخلوها باللون ده هاتو الكاكاو ما يكونش غامق شايفين لونها حلو وفيها لامعة جميلة جدا دلوقتي بقى هنجهز بطرموه ان يكون غسلينه كويس وسايبينه يتصفى وبعد كده بنشفه من اي مية ما يكونش فيه اي مية عشان نحافظ على نونتلة بتاعتنا لأطهل وقت ممكن يعني وهغطيه ودخلو التلاجة انا سبته ساعة واحدة بس وهتشوفوا القوام معي قوام تقيل وحلو وقوي وكريمي كده وده شكلها بعد ما انطلعت من التلاجة لمعيتها حلوة برضو قوامة حلو انتو اختاروا الوصفة اللي انتو تحبوها وهستنى رأيكم في التعليقات لما تجربوها متأكدا ان شاء الله تحبوها جدا وبس كده لو انتو وصلتوا معايا لغاية هنا ولسه ما ملتوش لايك واشتراك فياريت تشتركوا حالا وتعملوا لايك حالا وصلوا الفيديو ده الاكبر عدد من اللايكات وعايز اقول بقى للقنامات الصغيرة ان انا لسه مستمرة في الدعم بدون اي مقابل مدينة شوفوا التفاصيل في اول تعليق ودومتم في حفظ الله ورعايته مع السلامة